السلام عليكم لبنائة كديرين لبس عليكم صحا حالة باس اليوم جيت لكم فيديو جديد فيديو اللي غدي نشارك معكم زيت اللي مركزة ببتنسيمات مختلفة على طريقة ديال هنا طريقة زوينة مكننا شي أخت ليما كاتش الشي رستوران وكاتح عمية ذاك الزيت لهم أنا بعد وحدة منهم هيداك الزيت اللي كيحطول لنا ذاك الزيت اللي كيحطول لنا ذاك الزيت اللي كيحطول لنا في لانتريا أنا بعد ذاك مكاننا كميتك نحسب راتيش بعض لانتريا كيكون منسهم بشكل عجيب مما يدواء على براكس الله سوف نسم معكم ليس غير نوع مما يدواء بالنوع الأولى هنا كما كشوفوا خديث هاد تومة هذه الحمراء هذه الحمراء التي شاركت معكم من خديثها هاد تومة الحمراء هذه الحمراء كنا نأخذها من كوسكو يعني كتبع خنيشة صغيرة فيها يعني حبا سكسار مما كما كشوفوا خديث لنا البنائس خديث لحلحال خديثه وطري وغادي ينضاف معالح الحال اليابس وهنا كما كشوفوا ضفت شوية ديال القزبر هكا حبوب وضفت فصوصة ديال تومة صحاح اللي بطبيعة حال مغسولين من نقيين مقادين مزيان وغادي ينضاف هنا يعني الكمية دير الزيت انتوما اللي كتديروا بها أنا على حساب القراءة اللي عندي كل قراءة كتهز نسترو المهم هنا كما كشوفوا درت نسترو ديال الزيت وصير في هاد الزيت اللي بنسباش كيجي مركز بهاد الأعشاب المناسيمة اللي درنا فيه وهاد تومة هو أنه كي نديرو فوق النار هادي رشوتها من عند شاف هنا يعني شاف معروف شاف كبير كيديرها به هاد طريقة هادي وكيجي رائع الزيت دياله المهم كنديرو فوق النار هنية كنشعلو عليه بالنسبة لأخوات لي ما عندهم مش الميزال اللي كي يعبر الحرارة ديال بحالك ديال الماكلة ولا ديال زيت ولا هاك غير نخلي وغير تربخة يعني غير دكتل عفادي تربخة غير تبق بق ونحيدو من فوق العافي ونخلي حتي دفع يعني نخلي ونخلي ونخلي زيت ينم من فوق العافي ونخلي حتي دفع آآ الموميح بشرتsın الزيت هادا هناك حصل علي الا Beck dường . وكذاه derniتر Job li y a keshin الثابر لا يمكن أد resultado في الزيت ومارزichtig العشوب اللي كيندير في الزيت في الزيت وędر جد준 غيرك يم LUيف تتكزل لكي تت عشاب مناسبة لل襲يو everything which عندما تحدث الى تقل الماء ، سيبدأ التقيق لنا أي حاجة بطريقة مهما للحظة الى القرعاء هنا اخذتوني تستخدم عن عرشة حلحة ثري ما رأيتم أحد فساسة في هذه الناس أخرجتنا الكاثرونال لا توجد حلقة الميزان كما تردون أنه يتم التربخ مدة كاملة لا تفوت دقيقة بعد أن الزيت يسخن لا يفعل ذلك سوف نبدأ بحلقة بقبق سوف أترككم في الفيديو سوف نبدأ بقبق بـ 150-300 دراجة نضيفه و نحيده من فوق العافية و أنتم لا تروني لكم حرابة تنزل سوف نجعل الأعشاب تطلق في الزيت يجب أن يكون من السم لكي أرى رائحة في الدار لُ هذا الشيء التي تحصل إلى المشاهدة والأعشاب يكون هناك أعشاب و الأعشاب من الناس يبدأ رائحة مهمة الأعشاب أو كل من قد تكون من أجتماع قام بتغيير القصير لا يريد أن يجعل الى القصير برد الاعشاب هي الطعام والأعشاب من الناس الخاص بالأعشاب المنصمات والذي تؤمن الجائعة ولكن هنا كما ترى القرارة فيها أخبرنا هذه الجيلة الذي ذلك تشكلها و قام بسئة وهذا الحلحال هنا نظر على حلحة الضحلة أعرف السلسان على الإخصال فقد يكون بقى شاد لأن يكون فيه الخضر وأما إذا كانت حل قد يكون فيه الخضر في أن يكون تذكر التغلق الزيت نمي تفرض أختيار هذه الأعشاب التي يقدرنا بزيت نريد التفاوير نريد احساب بالجديد تفضيلات عشاب المناسمة بذلك يرى أشياء مناسبة لتعطية تنسيم أكثر الزيت لا يريد ان افضل نريد التفاوير سوف نستخدم الزيت كامل ونصف بحلقة مرة أخرى سوف نستخدم الزيت المناسم من أول نهار من أول نهار يمكن أن تكون مركز لنا من أول انزيع المناسمين لاعبد نظام الناس هل تراتي من المدى من معارج على الوحيد وسوف نستخدم الزيت المشروف سوف نستعمل الفلفلة الطرية الحمراء السودانية الحارة سوف نستعمل الفلفلة الطرية المهمة كما أكدت لكم ايما ستعملوا هذا اللي كتكون صينة هذه اللي هي رمشة ويرجعة هذه الفلفل اللي كنا ندير فوق البوت البيتر هي هذه موما هنا كما أخذت واحد الكمية تقلب واحد الكميشة ديال الفلفل اللي يبس الحمراء وضفت معها التومة وهذا ندف معها شوية الورغانو هذا اليابس كما بغينا أي أعشبة اللي بناس بغينا نديرها طرية ركجي روعة يعني بغينا نديرها طرية ركجي روعة انا هنا ما كان شوفر لي باش نا Beijing كما من قبل البوت طرية ركزة من قبل البوت وطرية المتعلقة تقرب بالتومة قبل البوت كانت توقفت 300 درجة لترأي نناعم نخوض 2,8 ونفيد يجب أن يتركز في هذا الزيت و يتركز على زيت المركز مثل الزيت المركز بالكتلال حارة او الزيت المركز بالأعشاب المناسيمة هذه هي الطريقة الصحية التي تجي روعة ولا زرورة الناس سوف يتخمون بي الوالدين كما كشفوا حيثهم فوق النار هنا نحرك في غرب هذا العود كما كشفوا نوصل تلميسي من 91 سوف يتخمون فوق النار وحساسوا هنا سوف يبرد سوف يتخمون فوق القرعة سوف نحضرها بالنسبة للقرعة كما ترون هذه الفلفلات التي تستطيع في الزيت سوف نحيطها هنا فلفلات كما ترون كما ترون سوف تقريبا كما ترون هنا كما ترون هذا المنزل كما ترون كما ترون كما تشاهدون في القرعة ، نريد أن نصفه و نصفه و نريد أن نضيف الفلفل و نضيفه لديك البنز و هنالبنز سوف نشارك معكم اخر من اسم يأتي بشيئة الهواء يأتي بشيئة الحامض صفراء و خضراء أخذت لهم القشراء يأتي بشيئة الهواء يأتي بشيئة زعتر وأرقانو يأتي بشيئة الحلحال و أضف ثومة و أضفت العرش و أضفت دورة القزبر إذا كان لدينا القزبر حبوب أضفت حبيبات القزبر حبوب لا أتوفروا لي أخذت غير هذا المنزل و أضفت تحن بحلقة و أضفت رشاة بحلقة أضفتها بشماله هناك في تحن البنات المنزل و لا يخير المناسبة أو بحلقة نجد موقع السفر و سنقوم بالضغط ثانية طريقة حتى بكل ثم و اضفت بمثائه بالنسبة له الزيت سوف يوجد القرعة والتي سأخذها يجب أن القرعة أريد جديد ولو بشيئة سوف نقوم بغرب الأعشاب هنا كما تشاهد زعتر حبوب سوف نقوم بغرب الأعشاب وعلى حساب التركيز نقوم بغرب الأعشاب وعلى حساب التركيز يمكننا أن نقوم بغرب الأعشاب إذا وانتر أنها تحمل زعتر حساب سوف نقوم بغرب الأعشاب سوف نحن نشعر معكم أصبق هذه المطلبات المغربية العصيلية اصبحت للمشاركة معكم وكان واحد الفيديو لنال اعجاب ديال بزافة الاخوات كان شارك معكم بزيت وهذا الخضرة للمرقدة غادي نحاول نخليه لكم حتى هو في صندوق الوصف وكي نزيد التركيز ديال الحلحة للبنات ضفت تحت الحلحة اليابس سوى ضفت منه تقريبا واحد المعلقة كبيرة وضفت واحد شوية ديال بزارك كما قلت لكم ايلا كانت عندنا حبات ركيج المنظر ديال هم زوين زائد المدرق يتلق زوين بالنسبة هنا البنات غادي ندوزوا للطرقات ديال هاد ديال هاد ديال زيت بالنسبة ديال الفلفلة الحارة هاد الفلفلة هذي كتكون عندنا بها تشكلة البنات منها الفلفلة كتكل يعني تقود نديرو مع شلادة نديرو مع بيتان نديرو مع اي حاجة منها الزيت كي يجي منص بواحد شكل عجيب البنات يعني كي يجي رائع بزبزبزب وممكن ما كنتشفون اخديت تغير واحد يشف في صوص ديال هاد ديال هاد الفلفلة قطعتهم بحلكة يعني بزرارعهم بكل شي لهم يعني قطعتهم بحلكة كما كيف ما شاهدتهم ديال ورات بطبيعي في هاد تربيوش ديال الفلفلة إلا كم احل كدخل في شكحولة أو لا شي نحاولو نحايدو بايا ما تضيق نديرو ندر المرورة دياله تبعلك مع هذه الطريقة التي يتجوها بشكل جيد الأن لا يستخدم الحمضة كاملة لأكثر من الجزء على القراءات التي يتجوها مثلا قراءات التي يتجوها فيها لا يتجوها بشكل جيد لذلك سوف يتجوها يتجوها بشكل جيد حتى يجوها أن تصبح عاطف جيدا أكثر قد تؤكدها موسيقا على تشكل جيد و كما ترى الفلفلة تصدر الفلفلة على طريق الحموض وطريق الحل حل حال أجلتها بالجنب سعيد جميعه سوف ندفن الزيت فوق البطاة بنفس الطريقة كما تجمع لكم الزيت يبقى الخرير بنفس الطريقة لا تفوت الثلاثمية سوف يسخل الزيت لا يجعل الزيت فوق البطاة سوف تقليل إليه لا يجعل الزيت سوف يسخل الزيت ونصبح بقبقاء سوف تنظر لكم الزيت هذه العملية كلها سوف يجب من تحتوى بقوة 3 بقوة سوف يسخل الزيت السحوات سوف تتضاف بقوة 3 بقوة 3 السحوات سوف يكون بقبق لنا ويجب ان يتبق بحلكة سوف يكون تفوئ عليه ونحايده في النار سوف نحايد هذا الكسر الماء سوف نحايد هذا الكسر الماء سوف يكون هناك طريقة الى حرارة من 150 حتى ال300 ونحايدة في القرعة هذه القرعة التي شاركت معكم سوف نحايدها بالأعشاب المناسمة بالحلحال والزعتار والطراب ونحايدة فيها الأعشاب المناسمة ومن بعد ندفع لها الزيت كما ترى هذا الزيت يوم نصفعه يوم نحايده يوم نحايده يوم نحايده ونحايد المناسمة يوم نحايد المكيججججججججججججججججججججججججه في المناسمة وأن دخل حدث مضح يوم نحايد وتوحيد في هذه الجزء فهو لا يوم لا تتكلم مرع تجربوا هذا الزيت بها تنسي مادرة كي يجي رائع مع شلايد يعني غير وجديش لادة بحال كما تديري لا 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 صوص لا ولو غير وجديش لادة أخوي عليش في واحد المعلقة ديال من هذا الزيت وتفكراني كي يجي روعة هنا البناس غني نشارك معكم هذا الزيتون هذا زيتون الكحل يعني كنا نأخذوه وكن نغسلوه مزيان طبيعة الحال نغسلوه مزيان آخر من الملح وكذا الذي ترسلوه هالطريقة يجي شيء مزيان قي تنقسم من هذا الملوحه الرقض أهرب جيد هنا نحن شركة جديد في السوز نعم نشارك مزيان الثومار يا لديك أنا أريدنا أن نعيقها بالطبيعة لما لحد ثوماري يجب أن نقوم به كثيرا ثم نشارك آخر أليس كنت مجرد لكي نقوم بهذا في الكزينات قشينات قصير فخصير الأمر الذي تظهر هو طبيعة وقمنا بيجب الطبيعة واللطوال يعني أنه هناك شيء كامل غير مثال الثومار انا سبق وشاركت معكم واحد وصفة تومة والزيس الذي كانت قامرة مرة مدهن بهذا فراسي المهمة كما قلت لكم زيتهم كان نغسلهم جيدا ونصفهم جيدا ونصفهم جيدا ونسقطرهم وهنا كما نرى سوف نتبلغ الأعشاب المناسمة ونقسمه علاجه نصف سوف نضيف الأعشاب المناسمة ونصف سوف نزيد له الحار كما قلت لكم تومة الحمراء التي نعصها ونضيف زيتهم ونصفهم الجيدا ونضيف الزيتهم ونضيف الزيتهم ونضيف الأعشاب المناسمة ونضيف الزيتهم ونضيف الزيتهم بأمانات في دار حول زيتهم سوف نقوم بسخن الزيت كما ندرس مع الأعشاب والسيمة ونجعله يبرد ونضيفه مع الزيت حتى يأتي روعة سوف نرى مرمده جيدا ونأخذ القراءة التي سوف نقوم بها سوف نقوم بسخد واحدة رشاء من الدخول والكامون لا يمكن جرس الجزيز من الجزيز من هو يقدم في سوق المنظر ومن الداخل أدران احنا أنه يريد أن يكون هنا مأخذ الكامون سوف نقوم بسخد مرمده كما نقوم بسخدام القراءة الحال كنا نقوم بسخدام القراءة وضفت الفلفل الحارة. كما قلت لكم هنا ان الاختيار ينضيف هذه الحبات التي تكون في حلقة صينا. ينضيف هذه الحبات التي تكون مطحونة. وضفتها مع الزيتون. وهنا النتيجة لدينا البنات هي الزيوت التي شاركنا مع بديتنا زيوت مركزة بشكل عجيب. فالبنات إلا جربتو كما قلت لكم سترحموني الوالدين. وهنا الزيتون توا كما قلت لكم راقدنا مع بعديتنا. وهنا الفلفلة. الزيت المنسبة بالفلفلة الحارة. يعني راكم شفتو كل شي على عينكم. ما ممكن ياخد لنا وقت كبير ولكن كيجي الزيت مركز بوحد شكل رائع. وما كي محسن من هاتشي البلدي ديان. يعني زيت البلدي ديان. يعني زيت البلدية الاعشاب المناسبة. ما ممكن محسن منها البنات. وما بقليل بنات غير غادي نحب اسمعكم فيديو هنا. وكن نودعكم في امن الله الى فيديو قادم.